اتهم مدعون زوجة كونستانتينو تشيوينغا نائب رئيس زمبابوي أمام محكمة بمحاولة قتله ويقول المدعون إن الزوجة ماري موبايوا حاولت نزعى أنابيو لعاشة من زوجها في مستشفى بجنوب أفريقيا في يونيو حزيران وفي البدء ألقت لجنة مكافحة الفساد في زمبابوي القبض على موبايوا يوم السبت بتهم الاحتيال وغسل الأموال وانتهاك قواعد صرف العملة وهي متهمة بتحويل 900 ألف دولار إلى جنوب أفريقيا بالمخالفة للقانون وتنفي موبايوا جميع التهم الموجهة إليها وقال محاميها إنها ستطلب من المحكمة العليا الإفراج عنها بكفالة وقبل طلب الكفالة بالرفض بعد أن قال المدعون إنها ستهرب إلى خارج البلاد أو تحاول التأثير على الشهود وتأتي الاتهامات بعد أن قالت وسائل إعلام إن موبايوا وزوجها الذي عاد إلى زمبابوي الشهر الماضي بعد أربعة أشهر من العلاج في مستشفى صيني بجنوب أفريقيا يتجهان للطلاق وسارع سياسيون معارضون إلى مواقع التواصل الاجتماعي ليتهم تشي وينجا باستغلال منصبه في عقد اتفاق طلاق لمصلحته ولم يتسنى الاتصال به للحصول على تعليق ويقول منتقدون إن هناك تضارب مصالح في لجنة مكافحة الفساد لأن كبيرة القضاءة فيها هي لويس متاندا مويو زوجة وزير الخارجية سيبوسيسو مويو وهو حليف رئيسي للرئيس إميرسون مانجاكوا واتشي وينجا لكن لجنة مكافحة الفساد تنفي ذلك وتقول إنها ستحقق في جميع قضايا الفساد دون خوف أو محابة اشتركوا في القناة